ما الذي سيختلف الصادق على الاحتلال الإسرائيلي؟ الذي سيختلف أن الآن اللغة في العالم تغيرت يعني صحيح هناك سوق للكلام وهناك نفاق وملق الدولي كبير لكن منذ الأمس منذ اقتيال الشهيدة الشيرين ردود الأفعال حتى من داخل البلدان التي تناصر إسرائيل داخل الكونغرس الأمريكي داخل البيت الأبيض الحكومات الأوروبية الغربية أشد دعم إسرائيل الآن في موقف محرج للغاية أنهم يجب أن يدينوا هذا الحدث ويجب أن ينادوا بضرورة محاكمة الجناة ومحاسبة من ارتكب هذا الجروب هذا موقف على المستوى الأخلاقي موقف يجب أن نأخذ به لأنه سيدفع بهذه القضية للأمام الأمم المتحدة كذلك المنظمات الدولية كلها حيثيات الجريمة الصادق هل تعزز من الموقف الذي يدين الاحتلال الإسرائيلي؟ طبعا طبعا حتى السلطات الإسرائيل الآن في موقف لا تستطيع فيه الإنكار يعني صحيح تعدد الروايات لكن في النهاية اعترفوا أن هذا المغزوفة والرصاصة التي طلقت من الجيش الإسرائيلي وأنا أعتقد أنه ليس ليست هناك فرصة للتبرير لتبرير لأنه هذا هو ديدا إسرائيل هذه هي أخلاق الإسرائيلية أنهم يقتلون بدم بارد كل مخالفين في الرأي وهم أرادوا بذلك توجيه رسالة رسالة للإعلام للصحفين في كل العالم أن الذي سيقترب من المناطق المحرمة سيلقى نفس الجزاء وشيرين كانت تنقل تنقل الصورة كاملة تقدم هذه المخازي الإسرائيلية تقدم هذه الجرائم بشكل مكشوف إسرائيل كانت تحت الضو كانت تحت بصر وسمع العالم لأن الشيرين كانت تقدم الحقيقة للناس فلذلك الآن يوجد اعتراف إسرائيلي الصحافة الإسرائيل الآن في عدة صحف إسرائيلية تحدثت واعترفت اعتراف واضح أن هذه الجريمة ارتكبت من الجانب الإسرائيلي فلذلك إسرائيل تحاول أن تتلاعب هذه القضية إما عن طريق لجان التحقيق وهذه اللجانة المحاولة التسويف والمماطلة والتغطية على الحقائق لكن أعتقد الآن إذا كانت السلطة الفلسطينية جادة وإذا كانت النقابة الفلسطينية الآن تقوم بدور كبير حريصة على أن توصل هذه الأمور إلى منتهاها حتى العدالة سواء كانت عدالة دولية أو أي شكل من أشكال العدالة يجب أن نمضي في هذا الطريق الآن المواقف الدولية هي أفضل من المواقف العربية أنا لم أشعر إلا من دولة أو دولتين أو طرفين بإدانة واضحة وصريحة لأن هناك صمت وهذا الصمت موجود في إما النظام الرسمي العربي أو بعض وسائل الإعلام العربي لم تصدر موقفاً قوي لكن الردود الأفعال القوية هي ردود المجتمع الصحفي العالمي والمجتمع الدولي سواء كان المجتمع السياسي أو البرلمانات أو المنظمات التي عبرت عن موقف هذا الموقف هو مساند للحق الفلسطيني مساند للحق العربي